اشتركوا في القناة لكونها ضمت مجموعة من القبائل والطوائف تحزبت لقتال المسلمين كما تسمى غزوة الخندق لأن المسلمين حفروا خندقا حول المدينة يحول بينهم وبين جيش الكفار وهذا الخندق لم يكن معروفا عند العرب وإنما أشار به سلمان الفارسي على النبي صلى الله عليه وسلم فأعجبه وحفره المسلمون وقعت غزوة الأحزاب في سنة خمس من الهجرة في الشهر العاشر منها وهو شوال وسببها أن اليهود لما رأوا انتصار المشركين يوم أحد خرج أشرافهم إلى قريش بمكة يحرضونهم على غزو رسول الله صلى الله عليه وسلم ووعدوهم بمناصرتهم ثم طافوا في قبائل العرب يدعونهم إلى ذلك فاستجاب لهم كثير من القبائل خرجت قريش وقائدهم أبو سفيان في أربعة آلاف مقاتل وانضم إليهم من القبائل ستة آلاف مقاتل حتى بلغ جيش المشركين عشرة آلاف حفر المسلمون الخندق بإشارة من سلمان الفارسي حول المدينة وعمل فيه النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة آلاف من المسلمين وجعلوا الخندق بينهم وبين المشركين نقض بن قريضة العهد الذي بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم ودخلوا مع المشركين فعظم ذلك على المسلمين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر أبشروا يا معشر المسلمين واشتد البلاء وظهر النفاق أقام المشركون محاصدين رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا ولم يكن بينهم قتال بسبب الخندق إلا أن فوارس من قريش أقبلوا نحو الخندق فلما وقفوا عليه قالوا إن هذه مكيدة ما كانت العرب تعرفها ثم قصدوا مكانا ضيقا منه محاولين تجاوزه ودعوا إلى المبارزة فبارز علي قائدهم فقتل ففر أصحابه راجعين طال الحصار على المسلمين حتى فرج الله الغم فسخر رجلا يقال له نعيم بن مسعود وكان عاقلا وله علاقات مع اليهود وقريش فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قد أسلمت فمرني بما شئت فقال إنما أنت رجل واحد فخذل عنا ما استطعت فإن الحرب خدعة فذهب إلى بني قريضة وقال لهم إن قريشا إن أصابوا فرصة انتهزوها وإلا ذهبوا وتركوكم تواجهون المسلمين وحدكم قالوا فما العمل قال لا تقاتلوا معهم حتى يعطوكم رهائن منهم فقالوا قد أشرت بالرأي ثم مضى إلى قريش فقال تعلمون ودي لكم ونصحي قالوا نعم قال إن اليهود قد ندموا على مكان منهم وإنهم قد أرسلوا إلى محمد أنهم سيأخذون منكم رهائن يدفعونهم إليه فإن سألوكم فلا تعطوهم ونجحت خطته في التفرقة بينهم ثم إن الله أرسل على المشركين ريحا قوية ضربت خيامهم وقدورهم ولم يثبت لهم شيء معها فرحلوا راجعين ولم يحصل قتال وانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخندق راجعا إلى المدينة ما يفتحه على المشركين ترجمة نانسي قنقر